حسام هبدأ معك يلا بينا في عنوينك الأولى عنوان شكله لذيذ رسالة مارس الكولر لحسام حسن صحيح طيب احنا طبعا تابعنا مبارح شفنا انه النادي الاهلي طلع بشكل رسمي انه كابتن خالد بيبو كان فيه جلسة مع الكابتن حسام حسن في المعسكر مع المنتخب لما لعبة النادي الاهلي وصلوا معسكر منتخب مصر طبعا استعدادا لبوركينا فاسو وغينيا بيساو مش عارف يعني فيه جزئي الناس ما تعرفهاش انه حسام حسن ومارس الكولر لعبوا قصاد بعض قبل كده لما كان حسام في الدور السويسري فيعرفوا بعض دي المفاجأة اللي انا يعني اتفاجئت بيها حسام حسن احترف قبل كده في الدور السويسري وكان مارس الكولر لاعب في الفترة دي في احد الفرق فكولر عارف حسام حسن عارفين بعض وكان فيه بينهم مكالمة قبل كده حسام حسن بيعتبر انه كولر من اكتر المدربين المسندين ليه وفعلا هو كلمه قبل كده وتمناله للتوفيق كان على هامش الجلسة بتاعت الكابتن خالد بيب ومع كابتن حسام حسن رسالة ضمنية بانه يعني مارس الكولر بيعتذب حسام حسن وبيتمناله للتوفيق في المباراتين مع الرسالة اللي كانت طبعا الاساسية اللي كانت فيما يخص الاحمال للاعب النادي الاهلي وكان في الكواليس في الجلسة الخاصة بكابتن خالد بيبو مع كابتن حسام حسن انه قال له انه لعبة النادي الاهلي وصلوا الى قمة المعدل الخاص بالاحمال فبين قسين مش عايزين يحصل لهم انتكاسة في الاحمال في معسكر المنتخب وده لصالح منتخب مصر وعلشان انت كابتن حسام حسن تاخد منهم افضل شيء او افضل مستوى انت محتاجه في مبارات بوركينا فاسو او مبارات غينيا بيساو كان فيه تفاهم كبير جدا ما بين الكابتن حسام حسن مع كابتن خالد بيبو وكمان بالتنصيق مع مدرب الاحمال البرازيلي لمنتخب مصر وفيه تفاهم كبير جدا ما بين المنتخب وبين النادي الاهلي حلو